في الهالات السودا انا انصحكم بحبة بطاطا اسلقوها هالا قوموا اليوم الجمعة شو وراكم اسلقوها بقشورها وهرسيها مع شوية لبن يخطي لبن اللي ينبع بالسوبر ماركت وعمليها ماسك على البشرة والله اليوم اللي تشوفي نتيجة كيف لو استمرتي عليها في الاسبوع ثلاث مرات البطاطا بس واذا بعد كيش بطاطا فيش بيت ما في بطاطا تسلقيها كلي انتي والولاد وايضا فرديها على الوجه هذا اسمه قناع البطاطا لا التصبغات وللنمش والكلب ايضا الخبز اللي بدك ترمي يختلات رمي اهرسي الخبز مع اللبن ويعمليه قناع على البشرة بلاش ميت الرز مرريه على وجهك بمحرمة او بفوطة وراح تشوفي العجب العجاب اما للهالات والنمش والتصبغات بامكاننا ناخد ملعقة من العسل وناخد من الدارسين اللي هي القرفة نخلطهم مع بعض ونعمله ماسك على هالوجه اللي عمره ما شاف عسل والله يصير مثل العسل وانا اراهنك بعد نص ساعة تروح على المخصل تغسلي وجهك وتمسكي هالبشرة وروحي على غرفة تانية الموجودين قليلهم لا تقليلهم كيف بشرة دي من اول مرة حتى قناع الفصول يلي تطبخيها اهرسيها الموز اهرسوه كل شيء مفيد عندكم بالبيت حتى الرز اللي ترموه بس يزيد من وراكم ممكانكم تعملوه ماسك على البشرة والله انه بيهبل وبيجنن وهذا جنة العشاب جننتكم وجننت واني كنت معاكم على الهواء مباشرة الاخوة اللي طلبوا رقم هاتفي انا متأسف اللي بتواصل معاي بامكاني اني اعطي رقم هاتفي اذا كانت الحالة بحاجة لا استشارة والاستشارة لوجه اللي عز وجل ما ااخذ اما واحد يغلط علي على الفيسبوك ويقول لي انت ما رديت ولك اسبوع اغلط الله يسامحه ما نغلط ما نغلط يا سامر لانه حصلت اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة